النهاردة 12 سوبر النهاردة النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك 2-0 2-0 سافيو وكريم فؤاد وكلنا الحقيقة كنا سعداء وكلنا كنا مبسوطين كلنا كنا شايفين ان احنا عملنا صفقات جديدة وعنده لما كنت بقول الكلام ده هنا في البيت الكبير كان بيطلع البعض يقول لي يا اسلام انت بتطبل للإدارة يا اسلام عندنا نواقص معنى اللي انا بقوله ده ان احنا ما عندناش نواقص بس على فكرة مش انا اللي حدد ولا حضرتك اللي تحدد ان فيه نواقص اللي بيحدد النواقص هو المدير الفني اللي طلب من الإدارة ان هي ما تعملش تعاقدات تانية علشان هو يشوف فرقته عنده 27-28 لعيب يشوف الفرق الفريق كله وبعدين يختار اللي هو عايزه في اليناير القادم هو الرجل اللي قال كده مش اسلام فالحمد لله الحمد لله كل الامور اللي كلمنا فيها الحمد لله والشكر لله خلال الفترة السابقة كل هذه الامور بتتحقق على ارض الملعب بتلاعب نادي الزمالك وعلى ارض محايدة وسط عدالة جماهيرية وحد أدنى هاعتبره حد أدنى مع اننا النهاردة الحكم مش عجبني خالص خالص لكن هاعتبر ان هناك حد أدنى من العدالة التحكمية على الاقل يعني خلتني أقدر بتنفس جوه الملعب حتى لو نص نفس مش زي اللي بيحصل هنا الكرة تبقى جون يقولك مش جون هناك في الامارات ما قدرش يعمل كده او الحكم ما عملش كده فبالتالي حد أدنى من العدالة التحكمية وعدالة جماهيرية ايه درنا ناخد بيها نكسب اي حد ان شاء الله ان شاء الله الا لو لا يوجد توفيق بقى دي حاجة تانية فاللي بقوله لحضراتكو انه هناك بعض القرارات عندما يتم اتخاذها لازم كلنا نقف في ظهرها ونسقف لها لغاية لما يئم القرار اللي تم اتخاذه ده يثبت صحته او يثبت صحته او لا فلما الادارة تاخد قرار كلنا كاعلام وكجمهور لازم نقف ورق دارتنا احنا النهاردة من حقنا ان احنا نتبسط من حقنا ان احنا نفرح علشان احنا كسبنا بطولة وكسبنا نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الاهلي فاللي بقوله لحضراتكم افرحوا واتبسطوا الف مبروك احنا مش فارق معنا اي حاجة احنا مش مركزين بس غير في المستطيل اللي اخدر خلي بالحضرتك كل الاخبار اللي كانت جايالي من هناك من الامارات كانت جايالي بتقولي ان النادي الاهلي حيفوز والله اقسم بالله كل الناس اللي كانت بتتكلمني من الامارات كانوا بيقولولي ان النادي الاهلي حيفوز الناس القريبين اللي قاعدين مع الفرقة واللي شايفين واللي عاملين ليه؟ لان الناس مركزة الفريق مركز اللعيبة مركزة الجمهور مركز قالوا لهم الجمهور قالوا لي اه وانت ماشي في الشارع الجمهور ملوش علاقة مين اللي يلعب الجمهور بيشجع النادي الاهلي فقط فحاجات كتيرة جدا جدا كانت بتحصل لكن في النهاية قدرنا نكسب البطولة او بطولة السوبر رقم 12 الاهلي بيفوز لانه مركز في المستطيل اللي اخدر بيلعب كورة مش بيلعب على اوطار اي حاجة تانية كورة بس النادي الاهلي او مع النادي الاهلي مع مرسيل كولر بيلعب على ان هو يكسب في ارض الملعب ما بيلعبش على اه طب خلينا نشوف حاجة تانية عشان نمسك فيها بقى ولا كلام من ده لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرامنا النهاردة ببطولة بكرة احنا بكرة اجازة احنا النهاردة رفوك كمان طلعين يوم استثناء لكن بكرة اجازة بالنسبة للبيت الكبير يوم الحد ان شاء الله مش هتكلم عن المطس ده انتهى